قيل عنها موازنة إصلاحية وقيل أيضا أنها ستمرر قبل موعد الانتخابات لكن ليس كل ما يقال يمكن أن يطبق فموازنة العام المقبل ما تزال تدور في دائرة الجدل مسودة مشروعها لم تكتمل بعض من الحكومة رغم أن موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان يفترض أن يكون بعد شهر واحد المفروض على الحكومة إعداد موازنة خلال شهر تشرين وإرسالها إلى مجلس النواب حتى وإن حصلت انتخابات وجاء مجلس نواب جديد يجب على الحكومة إرسال هذه الموازنة وبالتالي تكون مهمة مجلس النواب الجديد دراستها ومراجعتها وإقرارها الموازنة لن تصل في الموعد المحدد وإن وصلت فالبرلمان لا يمتلك الوقت الكافي لتمريرها بحسب نواب في ظل قرب موعد الانتخابات ما يعني أن مهمة التصويت عليها ستكون من مهام البرلمان الجديد كون تمريرها بحاجة لوقت يصل إلى منتصف العام المقبل هذا البرلمان ليس بقادر على المصادقة على هذه الموازنة ولكن قد تكون قادرة على تقديمها لماذا؟ لأنه فعلا الموازنة 21 ما سوى نبيها شيء هي باقية يعني قد تكون تتكرر نفس ذات الموازنة فأولا البرلمان غير قادر على المصادقة ولكن قد تقدمها الحكومة نعم أما تفصيلات الموازنة للعام المقبل فقد حدد فيها سعر برميل النفط بنحو 50 دولار بينما قد لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للموازنة حاجز 130 تريليون دينار بسقوف إيرادات أعلى وعجز أقل من موازنة العام الحالي من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير اشتركوا في القناة